موسيقى اهلا بكم احبائي في هذا اللقاء برنامجكم محاولة للفهم بكل بساطة نحن نقترب من هذا المعلم العظيم الروح القدس بفعل كلمة الله الحق كله كلمة الله الموحى بها المكتوبة اللي بين ايدينا التي نشرف بها اتحدث معك عن موضوع كبير وخطير هو جهنم وجهنم الناس مرات كتيرة متحبش تتكلم عنها لكن مش غلط اننا نعرف الامر ده زي لما الهيئات بتعمل مثلا خطوط السكة الحديد يعمل لمبة حمراء ضوء متقطع علشان اللي بيشوفه ما بيسمعش وجرس علشان اللي بيسمعه ما بيشوفش ومرات يضعوا مدادات علشان تمنع العابر للطريق لألا يخاطر سواء كان مركبة سيارة او انسان او اي شيء ليمنعه او واحد من رجال شرطة المرور او شرطة السكة الحديد لماذا؟ لان الخطر رهيب الخطر قطار بيتحرك بسرعة 100 كيلو في الساعة او 120 كيلو في الساعة هو الموت نفسه مرات يتكتب مثلا منطقة الغام او يكتب على زجاجة في صيدلية سام جدا مرات على الابراج ناقلة القوة الكهربية ذات الفولت العالي فرق الجهد العالي يرسموا على الحديد على البرج برج عالي جدا بس يضعوها في مرمى بصر الانسان وبحسب طوله قدام عنيه لما يقرب من هذا البرج الحديدي اللي بينقل الخطوط دي عبر المسافات بين القرى والمدن وهكذا من مصدر التوليد يكتبوا يجيبوا قطعة من الحديد الصاج المجالفن المدهون ويرسموا عليها جمجومة منظر الجمجومة اللي طالع منها عظمتين متعارضتين منظر صعب لكن الخطر كبير وما يضعوهاش بورقة مثلا ويلزقوها بسولوتاب لعلة تضيع لكن يصمروها بريفتس بورشام من الحديد أو مسامير بصمولة من الحديد لماذا؟ لأن الخطر هائل جدا فرق الجهد عالي لو الإنسان ما خادش باله يتحول إلى كتلة من الطراب أو من الكربون المحترق في لحظة واحدة بما أن الخطر كبير فنحن نتكلم ومرات كتيرة يأخذ الإنسان حذره من مخرات سيول منطقة ألغام منطقة كوارث أو مكان لعبور القطارات وهكذا لكن لا يأخذ حذره من جهنم جهنم حقيقة وجهنم كلمة مأخوذة من العهد القديم من وادي كانوا بيستخدموا يلقوا فيه القمامة كان دائم الحريق والدخان اسمه وادي ابن هنوم وادي ابن هنوم حورت الكلمة إلى جهنم فجهنم ترمز إليها فكرة الوادي وادي ابن هنوم دائم الحريق والدخان دخان وحريق وهكذا فجهنم لها اسم تاني هو بحيرة النار بحيرة النار والكبريت والبحيرة لها مدخل واحد ليست كالنهر أو ليست كالبحر لكن بحيرة يسموها باللغات وان واي حاجة مؤلمة للغاية يعني اللي داخل مش طالع وده موضوع خطير بعض الناس قالوا لا نهرب من الفكرة دي فكرة مش حلوة بلاش نقول انه في جهنم وما يصحش وانت بتبشر او تكرز او تقدم رسالة الخلاص انك تقول فيه جهنم كيفا؟ لانه الامر ده مقزز والناس بتخاف وما يصحش تقولهم كده طيب اذا كان ده امر حقيقي ناس هربت حاولوا يهربوا بانهم ينكرون هذه الحقيقة ويقول لك لا مفيش والله رحيم جدا والله قلبه طيب والله مش معقول علشان واحد لخبط او اخطأ خلال حتى لو بيخطئ كل يوم كل انواع الخطايا وعمره سبعين تمانين سنة ومات يقضي ابدية تعيسى الى ابد الابدين في جهنم او في بحيرة النار لا الحقيقة يقولوا كده مفيش جهنم مفيش جهنم دي موجودة في احلام الشعراء وفي خيال الوعاظ المتشددين لكن ماذا نقول امام هذا الكتاب الحظيم الصادق واحد يقول لك انت فاهم كده او فلان فاهم كده الكتاب بيقول لنا يصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين فالذي ينكر وجود الشمس ويعتقد انه بذلك يقول كلاما صائبا هو يخطئ في حق نفسه وفي حق الشمس نفسها ان كلمة الله الصادقة الامينة تقدم لنا بمعونة الروح القدس بكل وضوح المشاهد الكريم ان الابدية حقيقة وجهنم حقيقة وانا لا اتمنى لكن اصلي ان تنجو انت من هذه الدينون الرهيبة لانه كلمة الله المسيح اشار اليها وانبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد واجزاء هائلة من كلمة الله لا يمكنني ان انا اضعها امامك في عجالة الدقائق دية لكن ارجوك ارجع الى هذا الامر ان اردت او اسأل اخرين لكن اصلي لاجلك لكي تنجو من هذا الخطر القادم العالم مقبل على كارثة حقيقية بدون المسيح والعالم يتآكل ذي المرجل قابل للانفجار في اي لحظة وانا اعتقد ان سحب هرم جدون معركة خطيرة جدا قادمة تتجمع الان فاهرب لحياتك وهرب من الغضب الاتي لانه اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم انا احبك من قلبي واتمنى لكن نجاة السريعة لالهنا كل المجد ترجمة نانسي قنقر